بسم الله الرحمن الرحيم صلاته والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين تحية طيبة لجميع الطلبة والطالبات في هذه المحاضرة السابعة التي هي عبارة عن تسجيل صوتي سوف نبدأ كعادتنا بتذكير بما تم التطرق إليه في المحاضرة السابقة ففي المحاضرة السابقة تحدثنا عن المبادئ وبعض المبادئ التي تحكم سير المرافق العمومية وتحدثنا كذلك على أن هذه المبادئ قلنا بأن هذه المبادئ تنقسم إلى مبادئ الكلاسيكية أو التقليدية وكذلك إلى المبادئ الحديثة في تدبير وتسيير المرافق العمومية وفيما يتعلق بالمبادئ الكلاسيكية أو التقليدية فهي تلك المبادئ المعروفة بمداء المساواة ومبداء الاستمرارية ومبداء التكيف والتعديل وكنا قد تطرقنا إلى مبدأ المساواة وتطرقنا لكذلك مبدأ الاستمرارية وقلنا بأن تطبيق مبدأ الاستمرارية وضمان استمرارية المرفق العمومي ليقدم خدماته بشكل منتظم يؤدي إلى نتائج من بينها تقييد الحريات وحقوق الفردية والجماعية ومن شأنه أن يؤدي إلى حماية امتيازات الدولة وسلطاتها الإدارية ويتضح ذلك من على الأقل في خمسة نقاط أساسية النقطة الأولى هي مجال تحريم الإدراب على عمال المرافق العمومية والنقطة الثانية وهي تنظيم الاستقالة والنقطة الثالثة وهي نظرية الموظف الفعلي ورابعة النقطة الرابعة هي مجال تحريم الحجز على أموال المرافق العمومية والنقطة الخامسة نظرية الظروف الطريق طريق عفوا وقد تنولنا نقطة الأولى والثانية أي مسألة الإدراب وبعد ذلك تنولنا كذلك مجال تنظيم الاستقالة و الآن سوف نتطرق إلى النقطة الثالثة وهي نظرية الموظف الفعلي نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي هذه النظرية تقتدي صدور عن موظف فعلي أو واقعي تصرفات متصلة بتسيير المرافق العامة وهذه التصرفات قد تكون في الظروف الاستثنائية مثلا في الحرب أو في الكواريس الطبيعية أو في الظروف العادية ويقصد بالموظف الفعلي نقصد به هو ذلك الموظف الذي صدر في حقه قرار تعين أي أنه تم تعينه ولكن كان بكيفية خاطئة أو أنه ذلك الموظف الذي لم يصدر في شأنه أصلا أي قرار تعين والذي يزاول وظيفته بشكل عام على الرغم من هذه المشكلة وذلك لأسباب مرتبطة بالمصلحة العامة وأنه يقوم بأداء وظيفته من أجل تقديم خدماته للجمهور وأعمال وتصرفات الموظف الفعلي هنا تعتبر أعمالا صحيحة ومشروعة خلال فترة ممارستها على الرغم من كون أن التطبيق المنطقي لقواعد المشروعية يقتدي عدم الاعتراف بصحتها وتعتبر صحيحة ومشروعة بنسبة القضاء كذلك على اعتبار أنها تكون أساسية للحفاظ على مبدأ الاستمرارية استنادا بطبيعتها حال إلى فكرة الظاهر وحماية المواطنين الذين تعاملوا معه بحسن نية وبالنظر كذلك لمجموعة من التصرفات والأعمال القانونية متى تمت بكيفية صحيحة بعبارة أخرى المدف الفعلي أو الواقعي هو ذلك الشخص الذي يعترف القضاء في بعض الظروف بصحة تصرفاته في ميدان الوظيفة التي يزاول مهامها رغم أنه لم يتم تعيينه في تلك الوظيفة أو أن طريقة تعيينه كانت مشوبة بعيب كما قلنا المشروعية وهذه النظرية يعود الفضل في ابتكارها للقضاء الإداري الفرنسي وذلك بهدف الحفاظ كما قلنا على استمرار سير المرافق العمومية بانتظام وإذ قراد نأتي إلى عيدة منع الحجز على أموال المرافق العمومية طبيعا الحال من أجل ضمان مبدأ سير المرافق العمومية لأداء خدماتها وأنشطتها للمرتفقين بانتظام وإضطراد فإن مسألة حجز على أموال المرافق العمومية قد يتعارض مع مبدأ سير المرفق بانتظام وإضطراد نحن نعلم أن القاعدة هي أن المدين الذي يتمتع أو يمتنع عفوا عن دفع ديونه شخص مدين ويمتنع عن دفع ديونه بطبيعة الحال يجوز الحجز على ممتلكاته من طرف قضاء لاستفاء الدين هذه القاعدة تطبيقها على ممتلكات المرافق العمومية يمكن أن يهدد كما قلنا مبدأ سير هذه المرافق بانتظام والتراد وبطبيعة الحال قلنا بأن هذا يتعارض مع تخصيصها لمنفعات العامة طبيعة الحال ظهرت الفكرة لتحريم الحجز أو منع الحجز عن ممتلكات هذه المرافق أيا كانت طريقة إدارتها لكن هذه القاعدة ليست مطلقة لأن هناك تجاه قضاء أصبح يجيز بجواز الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في حالة رفضها تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها ومنها المرافق العمومية تطبيعة اقتصادية والتجارية والصناعية كذلك والتي تتمتع بالشخصية المعنوية ونشاطها يهدف تحقيق الربح لذلك فهذا التجاه أي إمكانية الحجز على أموال الدولة وجماعات المحلية والمؤسسات العمومية اعتبر إمكانية الحجز على كل الأمور أو على الأموال المرافق العمومية الغير مخصصة لإستخدام الجمهور ومنتجاتها المعروضة بمعنى تلك الأموال المخصصة لتقديم خدمات للجمهور مباشرة لا يمكن الحجز عليها ولكن يمكن الحجز عن باقي الأموال الأخرى مثلا كالحجز عن سيارة المدير العام أو الحجز عن بعض الأمور التي تدخل في ممتلكات المرفق العمومي ولكنها غير مرتبطة بشكل مباشر في تقديم الخدمات للمرتفقين حتى لا ينعكس ذلك سلبا على مبدأ تقديم خدمات بشكل منتظم أي تقديم خدمات أو احترام مبدأ استمرارية أداء الخدمات بانتظام وإدطارات نأتي إلى نظرية الظروف الطارئة نظرية الظروف الطارئة تعني أنه قد تظهر خلالها تنفيذ عقد إداري ظروف مرهقة لطرف المتعاقد مع الإدارة فتكون هذه الآخرة مضطرة للتدخل لدفع التعويض أو تعديل شروط العقد لمواصلة استمرار المتعاقد مع الإدارة لتنفيذ العقد ضمانا لمبدأ دوام سير المرفق العمومي بانتظام و إدارة وهذه النظرية هي من إبداع اجتهاد القضاء في إحكام مجلس الدولة الفرنسية خصوصا في حكمه الشهير والمعروف بقضية شركة غاز بوردو وتتلخص وقائع هذه القضية أي قضية شركة غاز بوردو بكون أن هذه الشركة كانت تتوفر على امتياز تزويد مدينة بوردو بالغاز والكهرباء لكن فجأة كان هناك ارتفاع في أسعار الفحم ارتفاع أسعار الفحم بشكل صاروخي نتيجة لدروف للحرب العالمية الأولى وبالتالي أصبحت تنفيذ العقد من طرف هذه الشركة أمرا مرهقا لها خصوصا أن الإدارة رفضت تعديل العقد أو تعويض الشركة المتضررة لأن الشركة غاز بوردو مع الإدارة عندما تعقدت بمسألة أن يكون لها عقد امتياز من أجل أن تقوم بتزويد المدينة بالغاز والكهرباء فذلك العقد كان بناء على دراسة مسبقة على أساس أسعار الفحم إلى غير ذلك وبالتالي كان هناك هامش للربح بسيط للشركة لكن بعد الحرب العالمية الأولى ارتفع صاروخي تمن الغاز والفحم أصبحت الشركة هنا عاجزة عن تقديم هذه الخدمات وطلبت من الإدارة أن تعوضها عن هذا الضرر والإدارة رفضت تعديل العقد ورفضت تعوض الشركة المتضررة واعتبرت بأن المسألة هناك عقد شريعة المتعاقدين بالتالي لا يمكن للإدارة أن تعوض الشركة عن هذه الأضرار التي لحقتها لكن هنا يجب أن ننتبه بأن عندما عرض الأمر على أنظار مجلس الدولة أقر مجلس الدولة بمبدأ وجوب تعويد الإدارة للملتزم بالقدر اللازم لمواجهة الظروف الطريعة إذن مجلس الدولة أعطى الحق لهذه الشركة بأن تعوضها الإدارة القدر اللازم أو الممكن أو المناسب من أجل أن تواجه هذه الظروف الطريقة إذن بصفة عامة يمكن أن نقول بأن تطبيق نظرية الظروف الطريقة يقتدي توفر بعض الشرط حتى نقول بأننا هنا أمام نظرية الظروف طريقة ومن هذه الشرط هي أن يصبح تنفيذ العقد مهددا للمتعاقد بخسائر دون أن تجعله مستحيلا بمعنى بمعنى عدم استحالة كنقول بأن القوة القائرة ولكن هنا أصبح تنفيذ العقد يكون يعني مهدد لتنفيذ والمتعاقد مع الإدارة قد تكون له هناك خسائر كبيرة ولكن دون أن تجعله مستحيلا يعني تنفيذ العقد مستحيل لكن ستكون هناك الخسارة كبيرة تانيا أن ينتج ذلك أو ينتج ذلك عن حوالة غير عادية وغير متوقعة عند إبرام العقد بمعنى الأمور التي سوف تؤثر على المتعاقد مع الإدارة بعدم يعني بصعوبة القيام بالتزاماته تلك الحوادث يجب أن تكون غير متوقعة عند إبرام العقد كالحرب جفاف فيضانات بعض الأمور غير متوقعة أثناء إبرام العقد تالتا وشرط تالت أن تؤدي هذه الظروف الطارئة إلى قلب التوازن المالي للعقد رأسا على عقب بمعنى أن الهامش للربح يبقى غير متوفر بل أكثر من ذلك أن الشركة عندما تحاول تنفيذ التزاماتها سوف يعني تخضع لخسارة كبيرة جدا وبالتالي سوف يكون هناك انقلاب في التوازن المالي للعقد برأسا على عقب الشرط الرابع حتى نقول بأننا أمام نظرية الظروف الطارئة هو أن لا يكون لأحد المتعاقدين دور في حدوث الضرف الطارئ بمعنى أن ذلك الضرف الطارئ الطارئ عفوا يكون أجنبيا وليس لأحد المتعاقدين دور في حدوثه هذا فيما يتعلق ب مبدأه الاستمرارية الآن ننتقل إلى المبدأ التالي وهو مبدأ قابلية المرافق العمومية للتكيف والتعديل والتغيير كما هو معلوم فتطور وظائف الدولة يفرض على إدارتها سير المرافق العمومية بكيفية تتلاءم وضرورات هذا التطور وتواكب الحاجات والخدمات المستحدثة لأن المرافق العمومي لا يمكن أن يخدع لقواعد أولية غير قابلة للتطوير لذلك فمن واجب الإدارة المنطب سير وتنظيم المرافق العمومية تحديث هذه المرافق من حيث أسلوب إدارته ومن حيث تنظيمه وكذلك من حيث طبيعة النشاط الذي يؤديه وذلك بما يتلاءم مع الظروف والمتغيرات التي تطرأ على المجتمع بهدف بطبيعة الحال مسائرة حاجيات الأفراد المتغيرة والمستمرة فحاجة الأفراد حاجة المواطنين فهي كذلك تتغير وتتنوع وبذلك وجب كذلك على المرافق العمومي أن يتغير استجابة لحاجيات المرتفقين وهو كما هو معلوم فمبدأ قابية المرافق العمومية للتعديل والتغيير هو ربما يمكن أن نقول عنه كذلك إن صح التعبير وكنتيجة لمبدأ استمرارية المرافق العمومية فالإدارة يجوز لها كما قلنا أن تتدخل في أي وقت لتعديل وتغيير القواعد التي تحكم تلك المرافق بهدف أن تساير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تتطور يوما بعد يوم ومن أجل كذلك خدمة للمصلحة العامة من خلال هذا المبدأ قابلية المرافق العمومية للتعديل والتغيير فالإدارة لها كامل الأحقية في تغيير أسلوب كما قلنا إدارة المرافق وتعديل بعض الرسومات التي تفريدها من أجل استفادة من خدمتها ولا يمكن لأحد سواء كان منتفعا أو مستخدما لمرافق أن يعارضها في ذلك وتجدر الإشارة أن تطبيق هذا المبدأ أي مبدأ تكييف وتلاء ينتج عنه مجموعة من النتائج وهي أولا يسري على كافة المرافق أين كان أسلوب إدارتها يبدأ قابلية تعديل وتغير كذلك في علاقة الإدارة بالمضافين تابعين لها كما سبق الإشارة إلى ذلك فهي لا تحتاج لموافقة المضافين أثناء لرغبتها في تغيير المهام أو النقل لمكان إلى آخر إلى غير ذلك كذلك في علاقة الإدارة بالمنتفعين ليس لهم حق الاعتراض على أي تغيير ولو كان له تأثير في وضعهم أو في وضعيتهم أفوان طبعا لهم الأحقية في المطالبة بالتعويض إذا كانت هناك أضرار قد لحقتهم من ذلك ورفع دعواء قضائي بالتعويض أما محاكي المختصة بطبيعة الحال ثم كذلك في علاقة الإدارة بالمتعاقدين معها فالقانون منح الإدارة الحق في تعديل البنوط التعاقدية بشكل منفرد بما يتلاءم والتغيير المستمر في المرافق التي تديرها دون حاجة لموافقة المتعاقد معها متى كان التغيير من شأنه تحسين الخدمة لأن هذه كلها انتيازات كلها مبادئ مبدأ القابلية للتعديل والتلاءم بهدف مسائرة التطورات بهدف مسائرة المتغيرات وبهدف خدمة المرتفقين وخدمة المواطنين بهدف التحقيق الصالح العام من خلال هذا المبدأ يمكن الإدارة أن تقوم بمجموعة من التصرفات بشكل المنفريد ضمانا لتحقيقه إذن هذا ما يقصد بمبدأ قابلية المرفقي العمومي للتعديل والتغيير إذن هذه هي المبادئ الكلاسيكية أو التقليدية التي تحكم سير المرافق العمومية وأذكر بها وهي مبدأ المساواة ومبدأ الاستمرارية ومبدأ التكيف والتعديد التعديد ننتقل الآن للحديث عن المبادئ الحديثة لتدبير المرافق العمومية ففيما يتعلق بالمبادئ الحديثة لتدبير المرافق العمومية أو الأساسية الحديثة للمرافق العام هي مجموعة من المبادئ التي نص عليها الدستور المملكة المغربية لتدبير 2011 وهي ترتبط عامة بالحكام الجيدة التي تهدف إلى تجويد خدمات المرافق العمومية و نذكر من بينها مثلا مسألة الجودة و كذلك احترام القانون الشفافية الحياد المصلحة العامة ربط المسؤولية بالمحاسبة وسنقتصر على بعض المبادئ من بينها مبدأ الشفافية فمثلا مبدأ الشفافية هو ذلك المبدأ الذي من خلاله يمكن للمواطنين والمرتفقين من التأكد من السير جيد لمرافقهم والتمتعي بحقوقهم في استعمالها وهذا الشفافية هي عكس الغموض أو الضبابية في الإدارة ويمكن القول بعبارة أخرى أن الشفافية أصبحت أحد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها تدبير المرافق العمومية وفق لدستور 2011 فهي طبيعي الحال من مرتكزات الإدارة الجيدة لأنها تسمح للمرتفقين بالاطلاع على كما قلنا تفاصيل تسيير وإدارة المرفق العمومي بما يضمنه احترام المنافسة والمساواة واحترام القانون لذلك فشفافية تتشد السادو في الحق في الولوج للمعلومة معرفة قواعد تسير كل مرفق ضمان الحق في الولوج للوطائق والمعلومات عدم التخفي وراء السير المهني إلزام الإدارة بتعليل قراراتها نشر الأحكام القضائية كشف هوية كل العاملين في الإدارة حتى لم يكن هناك المضافي الأشباح إلى غير ذلك إذن كلها أمور مرتبطة بمبدأ الشفافية نأتي إلى المبدأ الآخر ومبدأ الجودة وهذا المبدأ نص عليه كذلك دستور 2011 واعتبر بأن المرافق العمومية تخدع لمعايير الجودة أصبح من اللازم على الإدارة أن تسهر على تقديم خدماتها على أساس شروط الجودة والسرعة وبأقل تكلفة مع مراعاة حاجيات وتطلعات المرتفقين مسألة السرعة في أداء الخدمة مسألة مهمة مسألة تدبير الوقت والزمن في معالجة الملفات الإدارية وفي معالجة متطلبات المرتفقين يدخلوا في إطار الجودة كذلك وهذه أمور مهمة تسعى إلى تحسين خدمات التي يتقدمها المرافق العمومية وكما هو معلوم فالنتائج التي حققتها برامج التحديد في الدول المتقدمة جعلت المواطنين يطالبون ب خدمات تستجيب لمعايير الجودة والمهنية وفي زمن جد معقول الهضر الزمن الإداري ينعكسه بشكل سلبي على رضا المرتفق مع المرفق العمومي لذلك في مسألة الجودة مسألة تقديم الخدمات بجودات عالية تقديم الخدمات هذه الجودة تدخل فيها مسألة تدبير الزمن حسن الاستقبال كلها أمور تندرج في إطار الجودة وكلها أمور تعطي انطباعا جيدا للمواطن الذي يتعامل مع المرفق العمومي انطباع جيد للمواطن كذلك هذا المواطن قد يكون مواطن عادي أو قد يكون مستثمرا أو قد يكون كذلك شخص آخر مستثمرا أجنبي فكلما كانت الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي ذات جودة عالية فذلك ينعكسه بشكل إيجابي كما قلنا على صورته مع المتعاملين معه لذلك فمبدأ الجودة هو مبدأ مهم وأساسي هناك كذلك مبدأ احترام القانون فدولة الحق القانون تفترض سمو القانون والامتتال له دستور المغربي نص على أن القانون هو أسمة تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتي أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالانتتال له ذلك فمبدأ احترام القانون هو مبدأ مهم جدا كذلك هناك مبدأ الحياد بعض الفقهاء يعتبرونه يعني لاصيق بمدأ المساوات ويعني مبدأ الحياد هو إقصاء أو نبدأ كل أشكال تفرق في التعامل الإداري لحيث الدين والجنس واللغة أو الانتماء السياسي الانتماء النقابي أو القابلي أو العرقي أو الديني أو إلى غير ذلك بمعنى أن تقديم الخدمات يكون نصيقا بمبدأ الحياد وهو مبدأ كذلك هو نصيق بمبدأ المساوات كذلك هناك مبدأ آخر وهو مبدأ مهم جدا وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فدستور المغربي سنة 2011 كرس هذا المبدأ واعتبره ركيزة أساسية للتدبير العمومي واعتبر بأن المسؤولية يجب أن تكون مرتبطة بالمحاسبة وهذه القاعدة لها أهمية كبيرة جدا ربط المسؤولية بالمحاسبة ودسترتها في الدستور الجديد أعطى إشارة واضحة واعتبر بأن أي ممارسة لأي مسؤولية فهي مرتبطة ولسيقة بالمحاسبة بطبيعة الحال فالعمل الإداري السابق والقديم الذي كان يرتكز على الإفلات من العقاب وكان يشجع على بعض الممارسات الغير مقبولة في تسيير المرافق العمومية أصبح الآن بعد الصور 2011 متجاوزة وأصبحت مرفوضة وأصبح جسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما قلنا أصبح مبدأ دستوريا وأن أي مسؤول يسير مرفقا عموميا فسوف يحاسب سيحاسب على أفعاله وعلى تصرفاته وعلى قراراته كذلك إذن يلاحظ بأن هذه المبادئ والمبادئ الحديثة لتدبير المرافق العمومية والتي كرسها دستور 2011 أنها مرتبطة بشكل أساسي بمفهوم الحكامة الجيدة وبمفهوم التدبير الجيد وهذه الحكامة الجيدة هي التي تستهدف الجودة في الخدمات العمومية ما دام أن النية من إنشاء المرافق العمومية هي تقديم خدمات بهدف تحقيق الصالح العام في جميع المواطنين والمواطنات فإن ذلك لا بد أن يكون مقرون بتقديم هذه الخدمات بالجودة المطلوبة وكذلك يجب أن نضمن لهذه المرافق العمومية أن تسير وفق مجموعة من المبادئ والتي قلنا بأنها مبادئ كلاسيكية ومبادئ حديثة المبادئ الكلاسيكية هي مبدأ المساوات مبدأ الاستمرارية مبدأ التكييف والتعديل والمبادئ الحديثة لتدبير المرافق العمومية قلنا يمبدأ الشفافية مبدأ الحياد مبدأ احترام القانون مبدأ الجودة وكذلك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة نأتي إلى نهاية هذه المحاضرة أشكركم على حسن إصرائكم وإلى اللقاء بحول الله وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر